اشتركوا في القناة عن املوج ان فيها شواطئ بكر وجزر بحرية وبس كيف يروح هناك؟ ايش الوقت المناسب؟ هل في اشياء ثانية ممكن يسويها في املوج؟ عبدالله ما يعرف احمد وعلي شباب من املوج وزي غيرهم من شباب املوج فكرهم ريادي ابتكروا نظام للاستثمار في السياحة باقل التكاليف وافضل السبل عشان يوفروا العبدالله والغيرة من السياح افضل الخدمات باجود الاسعار جلسوا مع بعض ووضعوا قائمة بالمواقع السياحية في املوج وصنفوها على حسب تصنيف السواحى المحتملين بمعنى اللي يحتاج سياحة شواطئ ورحلات بحرية واللي يحتاج يزور مواقع اثرية ومتاحف واللي يحب يشوف ثقافة السكان المحلية وغيرها من الاهتمامات احمد وعلي فكروا انه بامكانهم ابتكار فعاليات تشكل عناصر جذب اخرى للسياح بالتعاون مع غيرهم من شباب املوج بالتنسيق مع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عملوا ملف متكامل باختراحاتهم وزار المحافظ ورئيس اللجنة السياحية اللي رحب فيهم وشجعهم واعدهم بالدعم بعدها صمموا مجموعة من البرامج وكل برنامج يحتوي على محطة مختلفة وكل محطة لها مدة زمنية محدودة تناسب الوقت من اليوم بعدها عملوا مطبوعات لهذه البرامج بتكلفة بسيطة وزعوها على الاماكن اقامة السياح في الفنادق والشقق المفروشة عبدالله وعائلته وجدوا واحد من هالمطبوعات في استقبال الفندق اللي نزلوا فيه وطبعا جلس مع عائلته لاختيار البرنامج والمسار اللي يتناسب مع رغباتهم وميزانيتهم واتصلوا على الرقم الموجود في المطبوعة استقبلوا الشباب الاتصال وعملوا ترتيباتهم خلونا نشوف البرنامج والمسار اللي اختار عبدالله وعائلته في الموعد المحدد اللي هو الساعة السابعة صباحا كان احمد بانتظار عبدالله واسرته في استقبال الفندق اخذهم على المحطة الاولى في البرنامج كان بوفي افطار في منطقة الدقم تنفذ احد الاسر المنتجة اللي مسبقا كان فيه اتفاق بينهم وبين الشباب بتنفيذ هذا المنتج وفق معايير جودة عالية وبطريقة فندقية استمتع عبدالله واسرته بفطور شهي على الشاطئ والتكلفة اللي كانت مناسبة قياسا بالمكان وجودة الطعام وتنوعه بعدها يعني تقريبا الساعة ثمانية ونص اخذهم احمد على مرسى الحرة وكان مرتب مع صاحب مركب بحري لاستحاب العائلة في رحلة بحرية استقلت العائلة اللنش الساعة التاسعة تقريبا واستمتعوا برحلة بحرية رائعة ومارسوا الصيد بالسنارة وجربوا بوفية الفواكه اللذيذة اللي على ظهر المركب وبعدها رجعوا الشاطئ وهم في غاية السعادة بالتجربة البحرية الساعة الواحدة ظهرا نزلوا من المركب افاجأهم احمد مفاجأة سارة اخرى احمد كان مجهز لهم مخيم على الشاطئ الرملي الجميل وكان مجهز فيه بوفية مأكولات بحرية فاخرة بالاتفاق مع احد المطاعم الكبيرة بعد الاستمتاع بالوجبة الفاخرة ارتاحوا في المخيم الى الساعة الخامسة عصرا وخلالها كان الاطفال مستمتعين بالسباحة واللعب بالرمل على الشاطئ الرملي الساعة خمسة اخذهم لزيارة متحف المناخ التراثي واطلعوا هناك على المعروضات القديمة اللي يعرضها المتحف وكانت محطتهم الاخيرة مبنى الامار القديم وبرضو شافوا المعروضات واستمتعوا واستفادوا معلومات عن تاريخ المنطقة الساعة السابعة والنصف مساء كان احمد يودعهم عند مدخل الفندق بعد يوم حافل من المتعة والاثارة في كل هذا الوقت كان علي مشغول في مسار اخر ومع اسرة اخرى زاروا فيها مواقع اخرى واستمتعوا ايضا بوقتهم الساعة ثمانية وفي الوقت اللي كان فيه عبدالله اسرة يستعيدوا صور رحلتهم اليوم كان احمد وعلي يحصوا اراداتهم ويراجعوا سجلات الحجز لليوم التالي وفي نفس هذا الوقت كان الكثير من شباب املوج يفكر كيف ممكن يقدم منتجات سياحية راقية للسياح ويحقق ارادات وعوائل جيدة وكانت لجنة السياحة في المحافظة مجتمعة خطط كيف يمكن توفير تسهيلات وتشجيع اكثر للشباب للدخول في هذا المجال